اشتركوا في القناة يا هلبي جولة المفروض أو زيارة متوقعة لرئيس أو الوزير الخارجي الأمريكي إلى بغداد قُبلت من البداية بتهديد صريح وعدم ترحيف من قبل الفصار العراقية أولا ما هو الغرض من هذه الزيارة إلى العراق وكيف تقرأ هذا الاستقبال والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام وزير الخارجية أنتني بنينكن يزور الشرق الأوسط للتأكد على عدة أمور تتمثل في سياسة الولايات المتحدة فيما يجري في الوقت الحاضر في غزة أولا ترمي إلى حماية المدنيين في غزة وزيادة الإمدادات والمساعدات الإنسانية لأهالي غزة استئناف الخدمات الأساسية وكبح جماح الفصائل اليهودية المتطرفة في الدفة الغربية كما تعلم يوجد هناك مشاكل كبيرة في الوقت الخاضر في الدفة الغربية الولايات المتحدة لا ترضى بتهجير الفلسطينيين قسرا وتريد كما صرخ الرئيس بايدن بتنفيذ هدنة إنسانية لغاراتها الجوية وعملياتها البرية هذه هي الأسباب التي حدث بوزير الخارجية الأمريكي للذهاب إلى الشرق الأوسط حماية المدنيين يعني هو من تبقى من المدنيين يعني جد البقوا من المدنيين لحد الآن في غزة المدنيين في غزة يقتلون بأبشع الطرق يوميا لماذا لم تتدخل الولايات المتحدة راعية حقوق الإنسان في العالم على الأقل حماية الأطفال في مدينة غزة حماية النساء في مدينة غزة هناك جرائم ترتكب يوميا أمام أنظار العالم هل من المعقول أنه كلنا نرى هذه الجرائم والولايات المتحدة لا ترى هذه الجرائم التي تقع يوميا في غزة أطفال يقتلون يقطعون أشلاء يوميا والرئيس بايدن في عدة مناسبات صرحة بأنه لا يجوز الحاق الضرر بالمدنيين ولا بالأطفال ولا بالنساء يعني سياسة الولايات المتحدة ترمي بالضرورة الأساسية لحماية المدنيين وفي كل مناسبة يشترم فيها أنتني بلينكين مع المسؤولين الإسرائيليين يؤكد على ضرورة حماية المدنيين لكن من يدعم إسرائيل في عمليات قصفها؟ ليست الولايات المتحدة أكبر داعمين لهذه العمليات؟ والولايات المتحدة هي حليفة لإسرائيل كما تعلم ولا ترضى بما تقوم به حماس تعتبر الولايات المتحدة بأن حماس هي منظمة إرهابية ويجوز القضاء عليها يعني لا يفرقون بين حماس وداعش ما فعلته داعش تفعله حماس فعلته في إسرائيل في 7 أكتوبر إذن تجد الولايات المتحدة أنه من الضروري القضاء على حماس هل طريقة القضاء على حماس رغم أنه حماس تدافع عن أرضها؟ هل طريقة القضاء على حماس هي قتل الأطفال بهذه الوحشية؟ هو قطع الماء عن غزة؟ هو ضرب المستشفيات؟ هو ضرب المدارس؟ لا، الولايات المتحدة لا ترضى لا يضرب المدارس ولا يضرب المستشفيات ولا يتجويع الناس بالعكس الولايات المتحدة منذ اليوم الأول طلبت من إسرائيل السماح بالمياه للمدنيين وبعدم الضرر للمدنيين يعني هذا كل ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة في الوقت الخاضر دكتور فراس، هذا رأيي الولايات المتحدة الأمريكية هي أنها لا تقبل المساس بحياة الأبرياء لا تريد للناس أن يقتلوا بهذه الطريقة لكن هي حليفة للكيان الصهيوني وتدعمها في مواجهة حماس أنتم شنو رأيكم كفصائل عراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير علي الدكتور محمد وعلى ضيفيك وعلى مشاهدي قناة الأياه بطبيعة الحال هذه السردية اللي دابا ما نسمحها يعني من قبل المتحدثين عن واشنطن والمدافعين عن إدارة واشنطن يعني إحنا ذا نريد عمر الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا خمسمائة سنة نحسب الجرائم على مدار التأريخ تشكل الولايات المتحدة الأمريكية شوفها جرائم مرعبة ابتداء من الهنود والقضاء وعبادة الهنود امتدادا إلى أمريكا اللاتينية وتفكيكها بالفتن فضلا عن الحروب الأخرى يعني إحنا ذا نقيس بس على مستوى العراق إنه يمكن آخر 40 سنة 30 سنة كان هناك تدمير مبرمج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للعراق يعني العراق لم ينهض منذ تقريبا 30 عام بسبب التدخل والحروب التي شنتها واشنطن يعني إحنا نذكر بالتسعينات وما بعد وبالألفينات هي دمرت حتى البنى التحتية قتلت الآلام فبالتالي ما عدهم بديل إنهم يتحدثون بالقيم الإنسانية أقول اليوم وحدة من مشاكل الولايات المتحدة الأمريكية هي هذه الصورة التي شوهت هي طبعا هي مشوهة عدنه ولكن كان هناك حالة من غسيل الدماغ للعالم الغربي أعتقد الآن لا اختلفت الصورة الصورة صارت واضحة حتى عد المواطنين في الدول الغربية بدليل المظاهرات اللي شاركوا بها كانت بالآلاف ربما تفوق المظاهرات اللي خرجت بها الدول العربية وهذا يؤكد أنه هذه الصورة المشوهة ازداد السوءا هذا الكيل بالميكاليين هذا الحديث بلسانيين بالتالي أصلا يعني بلينكين في أول بداية الهجوم وعمليات طوفان الأقصى جاء قال جئتوا بهوية اليهودية لا بهوية الوطنية يعني أنا ما جاي بجنسيتي الأمريكية هذا الانتماء وهو يتحدث الدكتور توما فيما يخص أنه أصلا وكما تحدث حسن نصر الله من يدير المعارك ومن يشرف على الإبادة في غزة وفي فلسطين هي الولايات المتحدة الأمريكية يعني شنو أن تدخل فرق عسكرية وقوات خاصة وتشارك وتداهم فيما يخص المحاولات اللي حاولوا أن يدخلون في محيط غزة هذا كله بإشراف أمريكي وإلا من وجهة نظر المقاومة أن إسرائيل بعد عمليات طوفان الأقصى يعني تقريبا حالة انهيار تامة أصبحت فقط هي آلة للقتل بالتالي من يدير الآن المعارك ويشرف على المعارك وحتى أن قضية الهدن أعلنوا في أكثر من موقف وسياستهم واضحة يمانعون وهناك تمنع من قبل واشنطن بإيقاف إطلاق النار طبعا الآن إذا جئنا إلى موضوع زيارة بلينكينج إلى المنطقة فالدكتور سومة أوضح أنه الهدف من هذه الزيارة حماية المدنيين في غزة زيادة المساعدات وكبح جماح الفصائل اليهودية في الضفة الغربية الآن جزء من هذا الموضوع هناك زيارة مرتقبة إلى العراق وجهت من قبلكم من الأساس بتهديد حتى لو وصل التهديد أن هذه السفارة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ستغلق وبطريقة خاصة شنو المقصود يعني؟ يعني هو من الواضح أنه الموقف الأمريكي الأخير فيما يخص غزة هو موقف من طرف واحد وبالتالي هي معروفة عن سياستها هي لم تكن محايدة بالمطلب يعني تحت أنظار الإدارة الأمريكية وتحت أنظار الإعلام لحد هذا اليوم إبادة يعني كبيرة وقصف مستمر على المناطق السكنية حتى أن الأحصائيات ربما يونسيف تتحدث عن أحصائيات مرعبة فيما يخص عدد الأطفال لا حتى اليوم على أحد الوزراء في حكومة نتنياؤو اللي تحدث فلتة لسان أو مقصودة كانت من أجل إرعاب المجتمع الفلسطيني تحدث إمكانية ضرب قنبلة نووية أو تكتيكية فبالتالي وأصلا ما جرى يعني ويجره هو إبادة أقول إحنا الموقف موقف المقاومة الإسلامية يعني هذا واضح أنه ما ترحب بمجيء بلينكين وهو زار المنطقة وراح للأرض أعتقد يعني وحدة من هذه الزيارات هو يحاول أن يفتح قنوات تواصل ربما أو هذا ما جرى أن الضربات الأخيرة التي قامت بها المقاومة الإسلامية في العراق كانت مؤثرة وشديدة وأعتقد يعني وحدة من هذه المحاولات وأيضا ربما هناك مسعى من قبل الحكومة العراقية وهذا واضح للسيد السوداني أن يتدخل بس الحقيقة أنه ماكو استجابة حقيقية يعني ماكو استجابة لا من قبل واشنطن ولا من كياء الغاصب وكان ملاحظة فصائل المقاومة مع بداية عمليات طفان الأقصى كان يعني أنه فيما يخص هذه العمليات إذا ما توسعت فسيكون في قبال كل ما تتوسع العمليات بالضد من الشعب الفلسطيني كل ما تتوسع العمليات ضد المصالح الأمريكية في العراق في المنطقة يعني هذه المعادلة أعتقد أيضا ذكرها سماحة السيد نصر الله في خطابة الأخيرة تمام ساسرمت يعني وزير الخارجي الأمريكي جاي للعراق أولا شنو جايث للعراق بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ومشاهديكم وللضيوف والعزاء والرحمة والمغفرة إلى شوداء غزة يعني أستاذ غابريل خليص معنا يعني أوكي يوقف الفصائل اليهودية والموضوع المدني في غزة هذا الموضوع ما يخصنا يعني خلنا نقول لا هو جاي أستاذ محمد رسالة واضحة رسالة واضحة يعني مجايب غير شي هو ديت عضويلة ضربات من المقاومة المقاومة خلنا نشقصها أستاذ محمد بالعراق بالعراق أصدق أي على مدلاء نظلم لا أستاذ غابريل كان يتحدث عن زيارته بشكل عام لشرق الأوسط وليست للعراق فقط مش قلت لك قلت لك ما يخص الفصائل اليهودية اللي تضرب براما الله وغيرها وغيرها هاي الجرائم هاي بزيارة أخرى زيارته إلى تل أبيب وغيرها أما ما يخصنا أما ما يخصنا جاي طبعا هذا المتوقع أما غير شي فأني ما أتوقع غير شي جاي أنتوا الفصائل المقاومة ضرباتكم تضربونا أنتوا داخلين حرب ويانا قلوا شنو يعني داخلين حرب ويانا يقول لك هاني حليفة التربة المناسبة إسرائيل يعني أمريكا وأمريكا يعني إسرائيل خلي هاي النظرية خليها لا تبتعد يعني خلي سمعنا أستاذ وهم معلنيها وبالمناسبة مو بس بايدن يعني قال بايدن إجه بنفس التل أبيب وإجه ماكرون وإجه هذا الكندي والإسترالي وما أعرف منه كلهم جوي أي دو العالم الغذبي بالبداية كان مؤيد هل الولايات المتحدة الآن شريكة بالجرائم التي تتكبها إسرائيل الآن في غزة لا لا أنا ما أعتبرها نعم أنا بالنسبة إليها شريكة أم لا؟ كمستقل تماما أعتبرها نعم لأنه هي قادرة على وقف هاي المجازر ليش ماذا تتصرف ليش ماذا تتصرف أستاذ محمد يعني ما يقولونهم أنتو بعدين أنا حتى كتبت لهم حتى نفسهم هذولي اللي يطلعون أدرعاي وكوهين ومشين قلت له ترى أنتو مو مقاتلين شجعان لسبب بسيط أنه أنتو لديكم آلة قتل تقيلة من السماء مثل عدهم المسيرات عدهم الطائرات أحدث طائرات وده تضربون ناس عزل مدنيين لكن تعال احتيلي عن يشتبكوا ودخلو لكم وانكسروا سياج المحصن مالتكم اللي أكبر من خطبات ليف هذولة شنو موقفكم وياهم أنتو يقاتلون ذولة أنتو ماذا تقاتلون أنتو يتقاتلون القصف نفس اللي يستخدموه يعني في الكويت وغير الكويت يا أخي نزيل نزيل هل لديك السيطرة على إيقاف الهجمات التي تنطلق من الأراضي العراقية هذا أول سؤال نزيل طبعا هذا السؤال سيكون محرج المفروض هنا راح تبدل حنكة سياسية المفروض يقول لي خلص يتوقفون يتوقفون بس بشرق وقفوا القصف مالتكم على غزة وعلى أطفال راح يقدر ينفذ ما راح يقدر ينفذ إذن إحنا ما نقدر ما عندنا سيطرة سيطرة على هؤلاء إحنا نسيطرة على هؤلاء هذا أفضل جواب أما ما نتوقع الأمور يعني فضفاضة بهالشكل هذا ما معقول يعني المقاومة الإسلامية شو بدأ قوله عندهم غرفة عمليات الأخوان بيها حزب الله النجباء بيها الحوثيين بيها نصر حزب الله لبنان موجودة هاي غرفة العمليات هاي الفصائل المهمة المشتركة والتي تضرب بهالاتجاه هذا زين فإذاك الموضوع واضح بالنسبة أنه ما يعني ما نقدر نوقف الفصائل إذا ما توقفون قصف على غزة يعني هل تشعر يعني أمريكا الآن بتهديد مصالحها في العراق لحد اللحظة تهديد مصالحها في العراق هي شنو مصالحها في العراق أحضب ما كم مصالح عسكرية ما كم مصالح سياسية أحنا بينات نتفاقي طار استراتيجي أستاذي عزيز بس مرخصتك نحنا عدنا اتفاقية طار استراتيجي أكو مستشارين موجودين بالقواعد العراقية زين اللي هي عدد الكياهة أنا متخاف ناسية عين الأسد قائد العراقية مطار بغداد حرير بلد حرير بلد موجودين بمدنية يعني رحي شفتهم زين بيها سالي بورد و و اسبارتام بيها وبيها لوكيت مارتن وطلعوا لوكيت مارتن يعني يخافون بعدة مرات نضربوا وحرير واحد يربالك اكو بالاقليم من اجل المشاهد يعرف مصورين ان حرير هي اللي بنفسها مطار أربيل لأ أنا زرتها حرير واحد ومطار صحيح حرير يمشق لاوة زين وهذه لوخ مطار أربيل هاي القواعد واضحة القواعد العسكرية العراقية اللي يتحوي على مستشارين أمريكان وموجودين أيضا من ضمنهم موجودين خبراء النيتو أنا أنا أقصد أنا أقصد أنه هل هناك شعور لدى الولايات المتحدة بأنه مصالح الآن مهددة داخل العراق ولا لا المصالح اللي تقصدها هو التواجد مالتهم يعتبرون مهم جدا شوف أستاذ محمد استفادوا كلش من هذه الحرب استفادوا ما كانوا يتخيلون يقدرون يجيبون إزن هاور وجرال فود بدون حجة قوية والبوارج مالتهم نزيل لقوا لهم حجة ولحد الآن لكن شوف نرجع إلى خطاب حسن نصر الله حسن نصر الله لو بادوا يهم حرب كان الحجة اكتملت عدهم وقال شوف ديهجمون علينا من عدة جبهات لأن دائما يصورون نفسهم هم الناس المظلومين بالوقت اللي هم ديرون أسلحة والله العظيم يا استاذ محمد يعني من هذه اللي تتذكر اللي قسم ضربوها بالكويت وقسم يضربوها على البنايات تخرق هاي جوة تخرق وتنفجر اللي يضربوها بها مالجاة العامرية زين هذه تخرق تحت الأرض وتنفجر على المد الأنفاق من أجل الأنفاق فيذلك يعني فقط رسالة سيد غابريال أنا جدا أحترم رأيه وكلامه لكن الكلام اللي يتكلم حول مساعدات ثانية وغير شي وغير شي مدى يطبق ومع العلم هم حليف ستراتيجي واجهنا من أجل إيصال هذه الرسالة ما يطبق الآن هو فقط الدعم العسكري لإسرائيل في حربها على غزة فقط أما كل ما يقال الآن عن مساعدات إنسانية تعاطف مع المدنيين كذا 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 فهو كلام للاستهلاك الإعلامي فقط هكذا يمكن أن ألخص ما ذكره ضيوفي في الستوديو الولايات المتحدة راضية بما يجري الآن من جرائم ومشاركة فيه كيف ترد على هذا الكلام السؤال لا لي لا لك فضل في قواعد الحرب هناك قوانين تتعلق بالبعارك الحربية على إسرائيل أن تهتم في هذه القوانين وأن تقوم بحرب بها ضمن قوانين الحرب التي ينص عليها قانون الدولي هذا ما تطلبه الولايات المتحدة الولايات المتحدة لديها الإمكانية أستاذ سربت يقول لديها الإمكانية أن توقف هذه الحرب لماذا لا توقفها سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بوقف القتال في الوقت الحاضر ترمي إلى متابعة القتال لأن الولايات المتحدة تعتبر بأن حماس هي منظمة إرهابية وأنه إذا لم تقضي عليها إسرائيل ففي المستقبل سوف تهدد أمن إسرائيل وأمن الدول المجاورة لإسرائيل ومن جملة أمن الولايات المتحدة لذلك تعتبر الولايات المتحدة بأن حماس يجب القضاء عليها هلأ رأي شخصي أجد صعوبة في مسألة القضاء على حماس قضاء تاماً لأن حماس تمثل ليس فقط جناح عسكري وإنما أيضاً جناح عقائدي يعني مثلاً داعش قضية عسكرياً على داعش ولكن هل يمكن القضاء على داعش من الناحية العقائدية هل يمكن القضاء على العقيدة الداعشية لا أعتقد ذلك ونفس الشيء ينطبق على حماس حماس تمثل جناح عسكري ولكن تمثل بالأساس جناح عقائدي لا أعتقد بأنه يمكن القضاء حتى بصراحة يعني خليل نتاقش بموضوعية تامة أنه كل من يدافع عن أرضه يلسق بتهمة الإرهاب كل من يحاول أن يتحرر من سيطرة يعني الآن هو من المحتل منه هل حماس هي التي احتلت إسرائيل أم إسرائيل هي التي احتلت أرض حماس والحماس أنشئت سنة 1987 لسبب واحد تذكر جيدا آنذاك كان هناك محادثات مفاوضات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وبين الحكومة الفلسطينية من جهة ثانية برئاسة المرحوم ياسر عرفات كانت ترمي إلى إنشاء ما يسمى بحل الدولتين لذلك أنشئت حماس لضرب هذا الاختراح حماس السبب الرئيسي لإنشاء حماس سنة 1987 لمنع إنشاء أو القبول بحل الدولتين هذا يتعارض مع المبادئ الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة بأنه لإيجاد حل للمشكلة الفلسطينية هو مسألة حل الدولتين حماس ضد هذا المبدأ تمام ولكن استمرار الحرب مزيد يعني استمرار خلاف دكتور هو استمرار الحرب يعني مزيد من قتل الأطفال يعني مزيد من قتل الأبرياء يعني مزيد من قتل النساء مزيد من إنهاء هذه المدينة من الإبادة الجماعية فإذن كيف يمكن حل هذه المشكلة يعني علينا أن نفكر بالحلول ما يحصل الآن يعني مأساوي أنا لا أخفف من مآسي المدنيين في غزة يعني مليون وثلاثمائة واحد موجودين في شمال غزة طلب منهم أن يغادروا بيوتوب لأين يروحوا مصر تقول لا نستقبل اللاجئين الأردن يقول لا نستقبل اللاجئين فإذا أين يذهبون هؤلاء يعني مأساة تمام ولكن كيف يمكن دكتور بدون حلول لا يمكن لهذا البرنامج أن يحل المشكلة بهذا الحجم لكن على الأقل تشخيص تشخيص بسيط أن حماس الآن تعتبر منظمة إرهابية من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية ومن يقتل الأطفال بهذا الحجم ومن يضرب المنشئات بهذا الحجم ومن يقطع عن الناس بهذا الحجم يعتبر يدافع عن حقه هل هذا المعيار صحيح بالتعامل؟ علينا أن نتذكر ما قامت به حماس في 7 أكتوبر أيضا حماس قتلت الأطفال بلينكن شاهد صورا لأطفال قتلوا بالرصاص شاهد صورا يعني أنا شاهد بعض الصور لا يمكن تفصيلها لا يمكن بلينكن شاهد أطفال يقتلون ولم يشاهد أشلاء الأطفال الفلسطينيين هم جماعة حماس لا دكتور علينا أن نكون أيضا وخائيين في تمام دكتور دكتور بلينكن شاهد حماس حماس تركبت جرائم وعلينا أن نتذكر ذلك واضح يعني بلينكن شاهد حماس يقتلون أطفال بأفلام مصورة هي خاصة فقط عد لم تظهر إلى العلن بصراحة لكن بلينكن أعمى عيونه أو لم يشاهد حجم القتل اليومي الذي ينقل يوميا على وسائل الإعلام كيف حكم بلينكن على أن هؤلاء حماس إرهابيين لأن قتلوا أطفال أما القتل الإسرائيلي للأطفال فلا يعتبر إرهاب استاذ الفزاعي علينا علينا دائما أن نفكر بالحلول هذه ما نشاهده مأساة بكل معنا الكلمة منذ سنة 1948 هناك مأساة في المنطقة ولذلك سياسة الولايات المتحدة ترمي إلى إيجاد حلول أنا سافرت إلى إسرائيل عندما كان ترامب في البيت الأبيض والهدف الرئيسي كان لإيجاد حلول للمشكلة وبصورة خاصة لمشكلة غزة لأنه كانت البطالة كانت بأكثر من 50% الشعب يعيش دون مستوى الفقر الشوارع ضيقة الشوارع يعني لا يوجد نظافة كان هدف الرئيس ترامب آنذاك إيجاد حلول سلمية لمشكلة غزة ولمشكلة الضفة الغربية ولكن لا الفلسطينيين رضوا بالحلول ولا الإسرائيليين رضوا بالحلول إذن علينا أن نفتش على حلول يعني لا يمكن القبول بما يحصل الآن في غزة وما حصل في جنوب إسرائيل في سنة أكتوبر لا يمكن القبول بهذه المشاكل علينا أن نجد حلولا بهذه المشاكل واضح دكتور فراس بالنسبة للوضع العراقي الآن يعني حواضعين في حساباتكم أنتم أن التصعيد العسكري إلى أين سيصل بالعراق يعني أنا قبل أن أجاوب عن سؤالك دكتور فيما يخص أنه الكلام اللي تقدم بالدكتور توما يعني أنه حماس وكأنما يصور الولايات المتحدة الأمريكية هي حمام السلام هي وسيطة تريد تعالج القضية ولا كأنما هي طرف طرف مشرف على العمليات طرف هو يديم العمليات هو يدعم يعني من تروح تقرأ التقارير فيما يخص الدعم لإسرائيل خلال هذه الفترة يمكن اللي مضت عليها 25 يوم حتى صار خلاف داخل الكونجرس فيما يخص الدعم المقدم لأوكرانيا الأولوية أم لإسرائيل وصار أنه أكو نزاع داخل الكونجرس في دعم وآخر شيء اللي طلبه بايدن ما يقارب 105 مليار فدرقهم معين طلب لدعم هذا بالتالي ما هذا يعني حديث غير مقبول أن الولايات المتحدة الأمريكية هو المشكلة بالفلسطينيين والمشكلة بالإسرائيليين وأمريكا تريد تقدم الحلول أصلا هو منه غير سلكيان في جسد الأمة العربية وشلون أدامة وشلون نماء بالتالي هذا يعني القضية يعني أنت تدري في تقدير أنه إذا يتحدثون عن عمليات طوفان الأقصى خلال سنة 2023 تعداد شهداء الفلسطينيين قبل العمليات من بداية السنة 250 ألف ارجع لي لعدد السجناء اللي تقريبا 6 ألف ونص ارجع لي لعدد الانتهاكات للمسجد الأقصى ارجع لي لكثير من القضايا نقص الخدمات فبالتالي يعني هذا اللي يتكلم بالأخ توما يغير ويخالف الواقع فيما يخص قضية المقاومة الإسلامية يعني هي المعادلة ربما مرهونة بأمرين مهمين في العراق قضية غزة والتمادي وهذا احنا أعلننا بشكل صريح أنه داعمين لحماس والفصائل المقاومة الإسلامية إذا نرجع إلى مرجعياتنا العقائدية والدينية والثقافية والاجتماعية وحتى المرجعية ومقولات المرجعية والتصريحات الأخيرة اللي أساتدت البحث الخارج في الحفزة واضح أنه هذا المجتمع الفلسطيني في حالة الدفاع حتى الهجمة اللي قاموا فيها في يوم 7 أكتوبر هي هجمة دفاعية بذلك كان هناك مشروع وستتحدث عنه لغة التهجير كانت أمريكا وإسرائيل متفقين على مشروع متحدث بالسيسي نحن بالنسبة كمقاومة إسلامية حذرت وحتى يمكن خطاب الحاج هادي العامري أول مرة تكلم فيه بداية عمليات الطوفان وبعدين نزل بيان وجزء من القوى السياسية اللي شكلت الحكومة قال نحن بالنسبة أن هذه القضية قضية جوهرية إذا استمر التعدي وطبعا جاي تجاوز الحدود نحن نستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة وفي العراق على الخصوص وهذا يعني شبه اتفاق أو إجماع الآن أنتم سادة محمد دكتور محمد مو بالضرورة تتبنى الحكومة لا بصراحة الآن أنتم تستهدفون المصالح الأمريكية في المنطقة وفي العراق يعني أن كل البيانات اللي صدرت من المقاومة الإسلامية في العراق هي تبنت استهداف القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية وإلا أنت تتوقع أن هذه الورقة الضغطة اللي استخدمتها المقاومة وقيت لك أنا إحنا عدنا قضيتين مرة نتحدث عن قضية فلسطين ومرة نتحدث عن تواجد أمريكي خل بسيادة العراق وهذه القواعد اللي اعددها أستاذ سرمد ربما تفوق في الواقع عن ما هو موجود واضح 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 دكتور فراس حتى استدفروا اللقتي قبل يومين صدر من عيدكم بيان بلي يقول أنه إحنا راح نتوسع بالعمليات وراح نتشوفون أكو عمليات أكثر عمليات تحرير العراق سموها تسمع بلي شنو هاي وين راح توصل يعني أعتقد هي هاي القضية مرتبطة مع نهاية حكومة أو مع نهاية حكومة سيد عادل عبد المهدي وقرار البرلمان والناس اللي خرجت بعد عملية اختيال الشهدين الحاج قاسم سليماني أبو مهدي واللي طالبت بعدم حاجة الحكومة لهذه القواعد تعرفوا التجابون الكاظمي في وقتها وكان أكو عملية التفاف على الواقع العراقي وتغييب للحقيقة يعني وصنع أنه صارت الاختناق السياسي والتزوير وعمليات التزوير هذا كل تلاعب ما يجي من فراغ دكتور هذا يعني أنت لا 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 أنا التصعيد اللي أتحدث عنه هو جاي يقول شنو طبيعة التصعيد اللي راح تصاعدون بي الآن أكو قصف للقواعد الأمريكية في إراق شنو أكثر من هذا يعني أنت البيان إذا البارحة أبو علي العسكري يعني كتائب حزب الله المنصورة يعني قطة نقاط معينة أنه قضية الاستهداف للقواعد راح تكون مو فقط القواعد للمصالح وقال حتى ذكر قضية أنه قضية الدبلوماسيين يعني إحنا شلون نقول أنه هم يحق لهم أن يستهدفوا المدنيين يعني ما جاء يقاتلون حماس وجه اللي وجه يستهدفون المدنيين ويحاول أن يبرر لك هذا الاستهداف يعني أنتوا راح تستهدفون الدبلوماسيين إحنا نقول المقاومة الإسلامية يعني بمعنى من المعاني هي واضحة وصريحة في التعامل مع واشنطن أنه أنتوا هذا التواجد الآن أصبح غير مرغوبي وهذا التواجد مالتكم تجاوز الحدود أكون تهاك لسيادة العراق أنتوا جاء تبتزون الحكومة بقضية الدولار بقضية الطضير يعني نضربكم ورح نضربكم أصلا من المتوقع بحسب تصوري أنا رجال أعمل في المكتب السياسي ورجال في الميدان العسكري بحسب تصوري وما يرد لي من معلومات أنه سوف تكون هناك ضربات نوعية مؤلمة وضربات ربما حتى غير متوقعة هذا الواقع الجديد اللي راح نفرض بالعراق والرد شنون راح يكون الرد شنون راح يكون نسبة عدلوه اللي يضرب بفكر برايت صح فضل وشوف أستاذ محمد لت يعني هسه وقالها أستاذ فرانس تكلم بي هذا موقف المقاومة العراقية الآن من التواجد الأمريكي في العراق لا المقاومة ما لك علاقة هم تاخذ بالحساب الشعب العراقي هم تاخذ بالحساب لتتوقعهم بعض الأحيان يعني لأسف يصورون المقاومة ناس قسات هذه لا 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 أبدا عندهم ناس سياسيين ترى يعرفون شون يصرفون في أوقات محددة لتتوقع إذا كان يشعرون بأنه هذا ستكون بها مضرع أشعب العراقي ما راح يسوها زي أنا خلأ أقول لك ياها لكن هم شوفوا جديد يستخدمون تكتيكاتها هم يجرون لهم الحبلان يتكلم نيابتا عنهم مع العلم قاعد بقاعد لا 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 موجود مشكلة هذا محل لا تعليلات يعني يضربون القواعد اللي موجودة في سوريا قدر الأمكان هم اللي يحاولون يجنبون العراق ويجنبون الحكومة العراقية أي إشكال يتدخلين هم بصراحة يعني كانوا جزء من العملية السياسية حاليا جزء من العملية السياسية يعني موجودين وتعرفهم أنت كل زين وكل يتنا نعرفه يعني أنه جباء والكتاب ما لم يلاقى بالموضوع يعني ليش أستاذ حسين موانس موجود في حركة حقوق وغيره والجماعة حسن ذات يعني هذا يعني ريفهم أنه جباء لا أنه جباء لا أنه جباء أي يعني بس البقية لا موجودين حتى ذا هو جزء من الحكومة حزب الله جزء من الحكومة لكن هو مقاوم مقاوم إحنا قايلين شي مودا أقول لك هذا الكلام الصريح الواضح دي حاولون يجنبون شعبهم لحد الآن يجنبون هالمأساة دي ضربون القواعد بس مين دا تنطلق من العراق بس دي ضرب ويجوز مو من العراق لأن هم مجدد تذكر البيانات انتبه على البيانات البيانات مدد تحدد قبل كانوا أصحاب الكهف الوارثون ما عرف شين البيانات مدد تحدد البيان دا تقولون المقاومة الإسلامية هي اللي دا تطلق لأن قلت لك أكو غرفة عمليات مشتركة هم موجودين بها فالتوحيد واحد ربما تكون الضابطة يعني قد يكون سيد حسن ناصر الله ضابطة ربما أكو ضابطة أعلم إنها موجودة في هذه يعني اللي تضبط إيقاع هذه الرميات وهذه مجرد ترى عمليات تعبئة عسكرية العلم يعني شون سيد محمد أنت أضرب أنت توقف أنت أضرب أنت توقف هذا أنا متأكد لكننا نقبلين على عمليات نوعية واشتهداف لم أعد ريت بعد أكو ألقاب أخرى أنا أقول لك العمليات النوعية واضحة أمريكا ما راح ترد بالوقت الحاضر ما راح ترد أمريكا إلا تبطي خسار يا الله إلا تتوجه يا الله ترد أما بالوقت الحاضر ما دام ما عدها قتلى مثلا بس ذاك اليوم لأن هم إذا علنوا القتلى عدهم مشكلة عدهم انتخابات عدهم فهم أيضا بين نارين زين هسا هناك المجتمع ترى يتكلم غير كلام هناك المجتمع يتأمل بأنه يسددون ضربات ترى شوفهم ناقلين صورة بس أستاذ محمد ناقلين صورة شعوبهم بأنه يعني هاي المنطقة إحنا ناس سيئين يعني لا تصور لذلك شوفوا شون منصوته على ضرب العراق أو هس يعني على ندي يقول لك حماس إرهابية زين زين هاي شون أكوي إذن أنا أعتقد بأنه أنتم توقعون بأنه منطقة مقبلة على أمور كبيرة لكن أنا أعتقد هناك بوادر تهذية قد تخدها قطر وربما إيران زيارة سيئة محمد شاع ستكون إلى إيران ثم إلى دول خليجية إذن مشروعها كبير مشروع زيارة كبير أستاذ محمد حسب رؤيتي لأنه ما معقول له هو جمع إيران مع الدول خليجية طبع زين تعتقد أنه إحنا باتجاه التهديئة وليس باتجاه التصعيد لحد الآن أعتقد ذلك وقت أمريكا إذا ما تعاونت وما جبرت هذا الكيان أنه توقف وبالمناسبة تبتعرفاني أقرأ العواجر رأسا تجيني هسه قصف جدا شديد على غزة وقطعوا الاتصالات مره إذن دكتور محمد هسه بثمانية بثمانية وعشرين القضية أولا الشعب العراقي أن نتحدث بهذا المنطق أن الشعب العراقي يقبل بهذه الضربات أو ما يقبل ما أعتقد يعني سيدان سوانية قنز البشرة على استفتاء عمد هاي الناس الموجودة القواعد العسكرية الراظين مستحيل مستحيل أحد يقبل وشوف تقول لك ها ستعرف أستاذ محمد ترى ثقافتنا إحنا تحرير لا جاي عيد كلامي يقول لحد أحد يقبل شنو لا ما حد يقبل بأنه هذا القصف وما حد يقبل العراقيين ترى لا ما يقبل على القصف لو ما يقبل على التواجد الأمريكي لا لا يا قصف يا أمو هنا صار صالة لبس القصف اللي يصع على غزة ليش على القصف اللي صار على غزة لا 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 على القصف اللي يصير على القواعد الأمريكية نقول الشعب العراقي اللي إحنا ستحذفنا بي على تحركات المقابل يعني مثل قانع في وجه هذه القواعد لا قانع بس شعب العراقي خايف خايف من شنو اسمعني يقول لك إذا ترعاشوا حياة مرعبة عشنا احنا خاصة هاي العمار ما هي الحياة المرعبة لا بهم حيال يقول لك ونحن بيشي كربا معك نحن في هالحالة جاي نربط أزمة العراق اللي هي أزمات من 2003 وقبلها وبعدها براطيب المقاومة ليش هو التواجد الأمريكي إنه وجده أذى العراق وسلب حريته قبل تشكل المقاومة وحتى لو نترض بسؤال لو لم تكن المقاومة العراقية موجودة ولا موجود الحجد الشعبي ولا موجود حزب الله في لبنان برأيك وأنت متخصص شنو وضع المنطقة بوجود إسرائيل واستفحالها ومشاريعها إن تصدق إحنا لحد الآن هايا أربيل وكردستان وهذه المناطق عدنا تفصيلات عن الخطوط الإسرائية والموساد اللي جاي تشتغل وتدير الملفات موجودين موجودين وجاي يشتغلون أعداد كبيرة وفرق وعدنا تفاصيل دقيقة عنهم أعداد منين؟ من الإسرائيليين قاعد سنرون برخصة؟ من الإسرائيليين موجودين ومستقرين في أربيل وفينستر ملفات متعددة تجسس قتل هم تجاوزوا مرحلة التجسس اخترقوا هواي من المؤسسات مالتنا ربما حتى الأمنية يعني إحنا ستقول يمنين تقول أكو معلومات أكو قاعدة سيئانات يعني عدون أكثر من المشروع يعني وحدة من يمهم أنه تمددهم في جغرافية يعني خلون عين معين حتى في بغداد أكو خطوط تحاول أن تعمل كثير من عمليات الاغتيالة اللي حذت ومرأسين يلسقوها بالمقاومة الإسلامية هو مجاميع إسرائيل ومرات ما يجي هو بذاته هو يدير العمليات من عربي بس اللي ينفذون هنا ناس ينفذون تعرف بي حكومة تعرف بي حكومة تعرفين هذا لا أنت كحكومة بالتأكيد لعد هذا من يجي أجهزة مخابرات ويتواجد أصلاً أكو تعاون يصير في كثير من الأحيان ما بين الأجهزة الأمنية الموجودة في كردستان وما بين الأجهزة الموساط ثانياً العلاقة ما بين الكيان الغاصب والتاريخية معروفة مع كردستان فهذا الموضوع نقول أن القضية لو سكتت المقاومة دعني نقول فرضاً أنا أعفوك ضيف عندي ضيف عندي أنا أعتذر هذه آخر دقيقة يقول لو سكتت المقاومة الوضع راح ينتهي بالعراب لا وحقاً والمشاريع مستمعين اسمحوا لي أستاذ دكتور جابريال تسمعني؟ نعم عندنا معادلة داخل العراق الآن تجري والمتوقع أنه يناقشها وزير الخارجية الأمريكي عند زيارته إلى العراق هو قضية استهداف المصالح الأمريكية في العراق الآن هناك شبه يوبي تقريباً استهداف للقواعد الأمريكية داخل العراق من قبل فصائل المقاومة العراقية هل يريد بلينكينج عندما يزور العراق إيقاف هذه العمليات؟ هذه العمليات واحدة من شروطها إيقاف العمليات على غزة والشرط الآخر هو إنهاء التواجد الأمريكي داخل الأراضي العراقية بالنسبة للتواجد الأمريكي في العراق هو بطلب من الحكومة العراقية أمريكا كانت تسحبت قواتها سنة 2011 بناء على اتفاقية أمنية وقعت سنة 2008 بين إدارة الرئيس بوش 11 وبين الحكومة العراقية فإذن عندما طلبت العراق من الجيش الأمريكي من الحكومة الأمريكية أن ترسل قواتها إلى العراق كان بسبب وجود داعش اليوم أعتقد بأن الجيش العراقي بإمكانه أن يقوم بهذه العمليات ضد داعش لأنه عنده التدريبات وعنده الأسلحة الكاملة ولكن وجودنا نحن في الوقت الخاضر في العراق ليس لأسباب قتالية ما عنا جيش قتالي عنا جيش للتدريب لإعطاء الإرشادات وإلى ما هناك فيما يتعلق بالدربات يعني أعتقد بأنه من حصن حظ العراق بأنه ترمب منه بالبيت الأبيض لأنه لا يمكن القبول بأنه 31 ضربة على قوات الأمريكية في العراق والرئيس الحالي لم يفعل شيء يعني لازم الشعب العراقي يكون مبسوط من هذا الأمر لأنه تضربون القوات الأمريكية وتعلمون جيداً لأننا لدينا القدرات الأسكارية طبعاً نضربها قوات السائنة هاي السردية اللي تتحدث بها فيما يخص أن التواجد والحكومة طلبت إما عندنا قرار برلمان معادل عبد المهدي رئيس الوزراء وقبل برلمان وقال إحنا ما نحتاج القوات الأمريكية يعني أنت حسب هذا كلامك تتوقع أنه المجتمع العراقي أو القوات السياسية قانعة بأن أمريكا هي باقية هي شيء بمقبولية الحكومة طبعاً هاكو فرض فرض إرادة ثانياً شنو معنى أنه لو كانت راب يعني هو هذا التهديد يعني تتوقع وأنه قتلته بالعراقيين كثير وهذا أكبر أكبر دليل على أنه السياسة الأمريكية والإدارة الأمريكية يعني ما تحترم الشعوب ما تشوف إلها قيمة بدليل أنه ممكن رئيس ومثل ما نفذ العملية ضد الحاج قاسم وأبو مهدي وتجاوز كل القوانين والدستور وضرب مطار منشئة مدنية وطلع بالإعلام جعل إحنا ترسل بزمان العملي دكتور تفضل حضرتك باختصار أرجوك ما عندي وقت أستاذي أنتم محظوظين كثير أن ترامب منه بالبيت الأبيض لأنه لو أنتم موجودين بالبيت لو ترامب بالبيت الأبيض هذا ما يحصل الآن في ضرب للقوات الأمريكية ما في رئيس الولايات المتحدة يرضى به فيما يتعلق بمسألة البرلمان طلبة بخروج القوات الأمريكية نحن البرلمان لم يطلب من الحكومة الأمريكية أن ترسل قواتها الحكومة العراقية هي التي طلبت فإذا هذا من صلاحيات الحكومة العراقية خلي الحكومة العراقية تطلب سحب القوات الأمريكية البرلمان ما عندها الصلاحيات الحكومة العراقية هي التي تطلب لأن الحكومة العراقية هي التي طلبت إرسال القوات الأمريكية إلى العراق عمليات الابتزاز المالي شون للحكومة العراقية وقضية الدولار وقضية الأموال وقت انتهى أنا أشكرك جداً دكتور جابريال سوما عضو المجلس الاستشار ربايس الأمريكي السابق من ديترويد شكراً أيضاً لدكتور فراس الياسر عضو المجلس السياسي حركة حمد الجباء وشكراً لأستاذ سرمد البياتي الخبير الأمني والعسكري أشكركم شاهدين الكرام في أمان الله